السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي علوم للصفة الخامسة الابتدائي نحل مراجعة الفصل صفحة 160 و 161 عيني مراجعة الفصل الثامن الوحدة الرابعة يلا عيني الشحنات الكهربائية التفريغ الكهربائي المواد المغناطيسية المواد الغير المغناطيسية القوة المغناطيس قوة المغناطيس والمغناطيس الكهربائي والصاعقة والدارة الكهربائية هذين مفردات نخليهم بالفراغات أولا تنتج الصاعقة الكهربائية بسبب التفريغ الكهربائي ثانيا تسمى المواد التي يجذبها المغناطيس بالمواد المغناطيسية ثالثا يكون الجسم متعادلا كهربائيا إذا تساوى عدد الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة فيه رابعا المواد التي لا يجذبها المغناطيس تسمى بالمواد الغير المغناطيسية خامسا تؤثر المغانط بعضها ببعض بقوة التجاذب أو قوة التنافر وهذه القوة تسمى بقوة المغناطيس سادسا يمكننا عمل الدارة الكهربائية باستعمال مصدر الطاقة الكهربائية وحمل أسلاك وأسلاك توصيل ومفتاح كهربائي سابعا يسمى المغناطيس التي تزول المغناطيسية بمجرد انقطاع التيار الكهربائي بالمغناطيس الكهربائي ثامنا يسمى انتقال الشحنات السالبة من السحابة إلى سطح الأرض بالصعبة يلا عيني سؤال التاسع ماذا نعني بالمجال المغناطيسي ماذا نعني بالمجال المغناطيسي هذا تعريف المجال المغناطيسي هاي عيني هو المنطقة هو المنطقة المحيطة بالمغناطيس من كل الجهات والتي تظهر فيها آثار قوة المغناطيس التي تظهر فيها آثار قوة المغناطيس هذه تعريف المجال المغناطيسي هذه تاسعا عاشرا كيف نستدل على وجود المجال المغناطيسي بإستخدام البوصلة بإستخدام البوصلة يعني نقول كيف نستدل على وجود المجال المغناطيسي باستخدام البوصلة بس نقاط طبعا باستخدام البوصلة أو تقريب مواد مصنوعة من الحديد أو مجموعة من الدبابيس خلين نعيد النقطة العاشرة يقول لك كيف نستدل على وجود المجال المغناطيسي باستخدام البوصلة وبتقريب المواد المصنوعة من الحديد أو مجموعة من الدبابيس الدعش مطرقة التي يمكن بواسطتها مغنطة قطع من الحديد بطريقة الدلك 12 لماذا لا يمكن مغنطة جميع المواد لأن المواد الغير المغناطيسية لا يمكن ممغنطتها 13 كيف يمكن لبعض المواد أن تنجذب أو تتنافر من دون أن تلامس أن تتلامس نقطة 13 جوابها أقول لك بسبب وجود الشحنات الكهربائية طبعا هاي النقطة 12 يقول لك ليش لا يمكن مغنطة جميع المواد مثل الخشب لا يمكن ممغنطتها 13 جوابها أقول لها بسبب وجود الشحنات الكهربائية بسبب وجود الشحنات الكهربائية 14 ما أجزاء الدارة الكهربائية البسيطة أجزاء الدارة الكهربائية البسيطة مصباح كهربائي مفتاح كهربائي بطارية وأسلاك توصيل 15 كيف يتولد التيار الكهربائي من انتقال الشحنات الكهربائية من خلال سلك موصل في دائرة مغلقة 15 كيف يتولد التيار الكهربائية من انتقال الشحنات الكهربائية خلال سلك موصلة في دائرة مغلقة أختر الإجابة الصحيحة 16 الجزء الذي تتحكم في غلق الدارة الكهربائية وفتحها ألف المفتاح الكهربائي 17 من طرائق التكهرب الدلك با 18 ماذا ينتج عن انتقال الشحنات الكهربائية من نقطة إلى أخرى خلال سلك توصيل تيار كهربائي الباق الجواب الصحيح ننتقل إلى صفحة 161 يلا عيني يقول ماذا يحدث إذا قطعة مغلاطيس لقطع صغيرة تكون مغانطها قطبان شمالي وجنوبي 20 ماذا يحدث عند ذلك مصدر بلاستيكية بقطعة من الصوف ثم تقريبها من قصاصات ورقية صغيرة تجذب قصاصات الورق 21 ما سبب حدوث التفريغ الكهربائي هو فقدان الجسم المشحون لشحنة كهربائية 22 كيف يمكن للطاقة الكهربائية أن تغير من تقدم الشعوب باستخدام الأجهزة الكهربائية باستخدام الأجهزة الكهربائية زي ونوصلنا 23 يقول لك ما المقصود بالجسم المشحون بشحنة سالبة هو الجسم الذي يمتلك الشحنات السالبة 24 كيف يمكن لمغناطيس مغلب بالكامل بكيس نايلون جذب مسمار حديدي بسبب المجال المغناطيسي 24 بسبب المجال المغناطيسي 25 ماذا أحتاج لإضاءة مصباح كهربائي صغير 25 أقول لا يكون مربوط ضمن دائرة كهربائية بسيطة 26 كيف تعمل البوصلة البوصلة تعريفة هي أبرى مغناطيسية تشير إلى وجود الشمال والجنوب والمواد المغناطيسية 27 ماذا يختلف المغناطيس الكهربائي عن الساق المغناطيسية المغناطيس الكهربائي مؤقت الساق هذا من هو هذا المغناطيس الكهربائي مؤقت والساق المغناطيسي نقول دائمي 28 لماذا ينصح في الأيام المنطرة عدم الوقوف تحت الأشجار العالية لتفادي الإصابة بالصاعقة 29 كيف يمكن تحويل على جسم مشحون بشحنة معينة إلى جسم متعادل كهربائيا تفرغه من خلال توصيله بالأرض 30 لماذا تعد الأرض مغناطيسا كهربائيا لأن باطن الأرض تحتوي على معادل منصهرة هاي عيني صفحة 160 و 161 وبالتوفيق يا ربي